سيداتي سادتي انتباه من فضلكم هذا الفضاء خاص بالصراحة والوضوح المرجو عدم استعمال لغة الخشب شكرا على تفهمكم على بركة الله مرة اخرى بدون لغة خشب دائما بدون مواد حافظة القاعدة معروفة انما كنفكر بها رمضاني كيسول شنو بغى وكيف بغى الضيف كيجاوب شنو بغى وكيف بغى انما لا بد يجاوب بدون لغة خشب الدكتور محمد جبرون شكرا لانك معنا اليوم بدون لغة خشب شكرا لك سيد رمضاني وانا سعيد نكون معك مرة اخرى الله يكبر بيك وجامع يديك بحشي واحد درويش تلميذ تلميذ مجتهد الله مجتهد صحا اليوم اللي احنا اللي غنكونوا تلميذ يا رب العالمين دكتور محمد جبرون كاتب مؤرخ استديل التاريخ في المركز الجهوين مهان التربية وتكون في مدينة طنجة ياك هذه الصيفة دابا صح وهذه واحد سبع سنين او ثمان سنين سي جبرون كانوا يقدموك في الاعلام بانك عضو في حزب العدالة والتنمية في حركة التوحيد والإصلاح وكل اللي كنك يسميك قيادي وكل اللي كنك يسميك مفكير ديالهم طبي تصفح على ما يبدو صحيح بصيفة نهائية وما ساهلش لإنسان يجب ما ماضيه ايه صح صعب ولكن الحمد لله كنظن واقي لا نجحت في هذه المهمة كيفاش نجحتي تنسي الرأي العام فانك كان عندك واحد لانتماء سياسي او دعوي معين اه ببساطة هو انني حاولت نكون نسبيا في الخروج ديالي خاصة من ناحية الاعلامية وفي الكتابة ديالي اه انني نبان كمثقف ككاتب مغربي كنكتب المغربة كلهم وكنتكلم في القضايا اللي كتاب المغربة بشكل عام اه ما كانتش في هذه السنوات الاخيرة عندي مواقف بين القوصين اللي يمكن تكون طائفية او حزبية ضيقة ببالعكس كنت كان حول ما امكان بعد من كل ما هو بين القوصين حزبي ضيق وانني يكون نسبيا موضوعي غير متحييز ان كان هناك تحييز فهو الوطن تحييز للحقيقة تحييز للموضوعية فهذا اللي خلق كتير ديال الناس يمكن يفهموا بان هذا السيد يمكن يكون مقطع معه واحدة لغة معينة واحدة تقافة معينة وانه هو يمكن كيمثل واحد بروفيل ديال المتقاف المغريبي ما تسرعش الدكتور جبرون من بعد 8 سنين ما قالش تسرعت انني مين مزدوجتي انشقيت على الاصل السياسي والدعوي ديالي لا بالعكس انا كنظن يمكن كنت اخرت اما تسرحت فلا لانه يمكن اه كنت 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 نادر في المناسب اما الفكرة انني يمكن لا اصلح الممارسة الحزبية هدي فكرة يمكن تولدت عندي على الاقل قبل 2007 في حوالي 2007 بدك يتبلور عندي هاد هاد الفكر ديالي بطريقة مختلفة اه بديت كان اخد مسافة نسبيا ابتداء من 2007 ولكن يمكن تأخرت شوية في خط القرار لانني كنت محرج مع نفسي ومع عدد من اصدقائي ولكن صبح الله تسرت الامور وجدت الدورة المناسبة ببيناتنا ببيناتنا كيقولك كيمشي الزين وكيبقى وحروفو اي وش كيمشي الحركة وكيبقى وحروفها ما زالك تحس براسك متأثر بالخط السياسي او الدعاوي لا هاد المعنى دلخط الدعاوي الخط السياسي هاد امر لم يعد له اثر ولكن يمكن نقول لك ان الانسان ما يكونش يعني كيكذب ويقول انه تخلص من واحد التنشئة تقافية معينة هاد شي هاده كيبقى في اثر الشخصيات الواحد طبيعة الحال اه عادي كيف ما واحد كيكون في الياسار كيبقى عنده شوية للفكر الاجتماعي واحد كيكون وفي واحد سيار اسلامي كيبقى عنده شوية دية الاسلامية فهاد شي كيكتر يبقى ولكن داك شي كيكون مشي بطريقة اللي يمكن يفهمها البعض انها ضيقة حزبية ولا شب. لا بالعكس ابدا فكتبقى واحد لمسة ولكن يكن ظن خفيفة فيما هو اجتماعي فيما هو هكذا يمكن تقافي شي حاجة في الفين وثلاثة وعشرين كتصور نفسك عضو في حزن عدل وتنمية لا ابدا لم يكن هذا آآ حتى في سنوات قبل ثلاثة وعشرين فما بالك اليوم نهائي لا لا ابدا هذيك صفحات طوينها بخيرها وشرها وكن ضن بانا استفدنا منها في واحدة المرحلة معينة ولكن أنا الأوان باش الواحد يبدأ مصر جديد وكنضر الحمد لله بديته هذي سنوات رقيت راحتك صحيح كأكاديمي أكثر طلقت السياسة بالمطلق ولا العمل الحزبي بالمطلق العمل الحزبي بالمطلق أما السياسة وكنضر شأنه واحد المواطنين ولا متقاف مغربي ياخد مسافة بالمرة من السياسة بالعكس نحن أخصنا نكون أقرب من شأن السياسي كمتقافين كأكاديميين ولكن العمل الحزبي بهذا المعنى هذا لا هذا نهائي ما فكرتش دي المغامرة أخرى مثلا حزبية لا لا أبدا بالعكس أنا كنظن هذا هو الموقع الذي أصلح له وهذا الموقع اللي أنا مرتاح فيه أما الممارسة السياسية بمعنى دياله الحزبي بالنسبة لي ممكن لا تناسبوني أو لا أناسبها كأكاديمي هربتي نقول هربتي بين مزدوجتين للتخصص ديالتاريخ تاريخ فيه راحة أكبر للأكاديمي كتخصص لا أنا في الحق هذا هو تخصصي يعني في الأصل يعني الدكتورة ديالي في التاريخ العمل ديالي كأستاذ ديالي مادة التاريخ كان كتب في التاريخ طبعا الحل الناس كانوا كي كتبعوني فيما هو سياسي كتر من الكتابة الأكاديمية والكتابة التاريخية وإلا فأنا مثلا طروحها ديالي في التاريخ تنشرت في 2008 بعدها تنشر كتاب أخر في التاريخ حولها فصول من تاريخ المغرب والأندلوس وهكذا ولكن الناس كانوا ما كيشوفوكش كمؤرخ وكأكاديمي كيشوفوك كسياسي وبالتالي قرأوا لك المقالة السياسية الآن قلبت الكفة أنا كان ضرطة بالناس كيتابعوني كباحث كمؤرخ مغربي أكثر من أي شيء آخر تالي فأنا يمكن قل فررته إلى نفسي حيث كنت لأن هذا ودت كوين ديالي في الآس أنا ملي قلت الهروب والفرار سيجبرون هروب فيه وفيها صح صح المؤاخذة الكبيرة مش فقط الدكتور جبرون ولكن للمثقفين المغاربة عموما غيبين أو هربانين من النقاش العمومي بساعة أخرى خوة والساحة علاش أنا يمكن نختلف معك في التقدير في هاد القضية سيدير دول اللي يصبح مبسيط هو أن أنا أطرح السؤال ما هي الفضاءات التي يمكنه أن يحضر فيها المثقف المغربي بعبر فيها على مواقفه على وجهات نظر دياله سواء المرتبطة بالنقاش العمومي أو بغيرها كان وجدوا الفضاءات الممكنة هي الإعلام فعلى مستوى الإعلام بين قوصة الخطاطة التقافية تقريبا في كل القنوات ديالنا سواء السمعية أو في الوسائل السمعية أو البصرية ما تقف على هامش الاهتمامات المتقفين على هامش الحادث الناس مشاهوا مع المؤترين مشاهوا مع واحد الموجة اللي في الواقع للأسف الشديد ما كتخدمش الوعي السليم في البلاد وبالتالي طبيعي المتقف أنا في النظر ديالي مشي فر المتقف هو في الأصل مقصيما مشهد التقافي والإعلامي في البلاد فأنا ما كان فهمش تصور معي وهذا الشيء بشيء يذكر احنا كيكون عنا بين قوصي المناسبة في حل معرض الدولي الكتاب سواء ديال الصيف ولا هذا اللي داز في الدربة ديال الطيفل مشي يشوف لائحة ديال الضيوف المغاربة والمتقافي المغاربة في كينين عندهم واحد العقدات الأجنبي كيجيبوا الناس الخارج ويخسروا عليهم الملايين للفلوس والمغاربة ما كيتسوقوا لهم قلال فأحنا أخصنا إعادة الاعتبار للمتقف في الإعلام ديالنا ولكن اللي كيف تشعل المتقف في الفيسبوك كله في وسائل التواصل الشميع طبعا ما غير مجدوش لأنه أنا مشيتي صلب الموضوع الارطيبات ربما النقاش العمومي حاليا هو الحضور في الفيسبوك يقول لك باش تكون مثقف ومؤثر خس تكون حاضر في السوشيال الميديا و هذا للأسف أنا في النظر ديالي هذا سوء فهم كبير لأين يجبوا أن يكون المثقف الفيسبوك أنا بالنسبة للي وسائل التواصل الشميعي هو تظاهرة افتراضية الناس داري فيها الجوقة رأيك تخرج تعزفغي شوية على تخرج على النغمة واحد شوية كيخرج لك شي واحد يبدأ يسب فيك وما حدك مش ترد عليه رأي فحل دك التظاهرة اللي هي ما شو الشعارة دياله والناس ماشي في شارع وجاسي رمضاني ولا شي واحد قل ماشي كدير وقاتش يمشي هو دك هذا كيخرج لك أي واحد كيبدأ يشيار عليك فهذا هو الواقع ديال فيسبوك فما يمكنش أنا بالنسبة للي ماشي الحضر المناسب للمثقف وفي شبكة وسائل التواصل الاجتماعي للأسف انت ربما رك ربما خبير بهذا الأمر أكثر مني راغي كتخالف داك الميزاج ديال الحملة لأنه هو في حال حمالات في هذه الأحداث كين واحد رأي عام واحد موقف الحركة لكي تخرج عليها كيبدو يسبوه فيك وبالتالي في المثقف يربأوا بنفسه أنه هو تضعف هالشي نقلوا بين السوشيال ميديا نفرات ربما المثقف وأصحاب الرأي كيقولك وديما كي لش ندخل أنا معي بضل الله في الحتيكك خلوني في بلاستي خلوني في القهوة ديالي ولا في المكتبة ديالي المثقف كي عبر إما في واحد المساحة ضيقة اللي هي على الأقل كي تحفظ له ذاك المكانة الاعتبارية دياله عنده واحد دائرة متوفرة التواصل الشي معك كي تحفظ برضك لوائح المغلاقة أو الصفحة اللي هي مغلاقة واحد جملة الأصدقاء مية خمسة مية مئتين ثلاث مية أو أنه في وسائل الإعلام كتب في مقالة في واحد الموقع معيان أو في واحد الصحيف معيان كي عبر بهذه الطريقة ولكن باش يبدأ يدير تدوينات مثالان بين الفينة والأخرى كتعالج بعض القضايا خاصة اللي كتكون فيها مثل هاد الأحداث دبا الأخيرة وكذا هادا أنا كنظن ماشي دور ديال المتقف أنه يكون في هاد الموقف لأن المتقف دوره نقدي سواء تجاه الدولة والسلطة أو تجاه الرأي العام ومن لك تبغي تلعبها دور هذا في وسائل التواصل الاجتماعي غالبا ما كيجيبش ذك النتائج الإيجابية ولا ذك النتائج التي ترجو لأنه في نهاية المعطة في الممارسة الدور النقدي هو لفت الانتباه البعض الجواني في الحقيقة اللي كتكون غامضة ولا ما كيقدرش الناس يوصلوا لها فإذا انت مليك تبغي تدور هاد دور هادا في واحد المناخ ماشي مناسب رها كتسمع غير سبان وشبع غير سبان وصافي واتشي ربع عيشناها أنا بعد أشخاصي عيشت أكتر من مرة مع العلم أنه كيدور الوقت وكيتبشي الوقتها وكيتبت بأنه دك الشي اللي قلنا راه كان معقول صحيح كان معقول يعني صعيب على المثقف يمشي مع ضغضغات المشاعر صعب جدا لأنه كان واحد ثورة عاطفية مثلا كل مرة كتكون كتركب مع واحد لحدات معين دول حال مقتير في الثانية ولا في حال المسألة ديالها تشير الأسعار ولا بعض الأحيان ففي ذاك الجو العام اللي كتدخل انت فيه راه تنتا إما خسك تبشي مع الموجة أما إذا اعترتيها فكل متأكد ستدهسك وستتمر ها المثقفين ديالنا داروا شوفوا على موقف واش هذا متقف واش شو ما يكون هذا متقف وكيبدو نزلين على هكذا كل شي كيبدأ يعطيها الدرس وكل شي كيقول شكون هذا المثقف ما عرفنا شكون المثقف إما مشي مع الناس غا تكون انت متقف مشي مع الموجة أو أنك تولي يقول لك واش هذا هو المثقف الشرعية ديالك الروي بيضاء وهادو ديال ما نعرف ديال لاش وهذا كيتخلص مجيعة أخرى وإلى آخرين تارك عرف مشكلة والدغدغة كذلك سيجبرون ممكن تكون حتى بالتاريخ اللي هو التخصص ديالك وانها ما عرفوش غن تتفقو لما تتفقوش التاريخ رجع وجبة شهية عند بزاف ديال الناس جمهورا وحتى أكاديميين واش ماشي فيها مخاطرة هاد المسألة الحكاية المخاطرة لأن ببساطة أنا كنتبع شوية دبا بحكم التخصص ديالي كنجبر دبا للأسف الشديد البعض كيروج واحد الخطاب اللي هو يمكن نعتبره عنصوري خطاب ديال التفريقة خطاب ديال التمزق أو خطاب تافه كي شوها الحقائق فهد وسائل ديال التواصل الاجتماعي باعتبارهم مؤثرين أو بعض كي يعتبر نفسه تهوى مؤرخ بليلأسف شوية شي خطير ولهذا التاريخ راه هو واحد أنا كن نعتبره التاريخ والدين راه ما كيختلفوش على بعضهم في بعض الجوانب راه التاريخ راه تهوى من ثوابت الأمة المغربية فإبدا بنادهم يعبت به راه كي أسس لك لبعض الأساطر والبعض اللي انحرفت اللي خطيرة جدا فبالتالي خاص حماية التقافة التاريخية من هاد البوجة ديال التفاهة وهاد الناس اللي كتسلطع لها دون أن تكون لهم شرعية يعني شنو الشرعية؟ هو خاصك تكون يا أخي عندك الاعتراف الأكاديمي بأنك بعدها لا بل في التخصص أو أنك تقرأ على الناس من الناس وتحيل على الناس اللي وما معقولين أما غير سبدا رأس مالك هو الهضرة هاده راح ماشي تاريخ هاده راح شعوادة وبزاف الناس كيديروا هاد شي الشعوادة باسم التاريخ هو ما عنده والو كاتبشي تشوف له قل له الأخ ديالي أريلي يعطيني شنو نشرطيش شنو كتبتي في هاد التاريخ علاش مالي كتكتب وكتنزل واحد للخدمة راح كيشوفوها الناس وكيقيموها المؤرخين وكيحكمو عليها وإذا كان فيها مشاكل كتعرفها وكيتمارس علي واحد دور نقدي أما رأس مالك هو الهضرة هما في وسائل التواصل الشي مع ولا في شي موقع ولا في شي كده فهدا سمح لي هاده خطير هاده خطير وكيزيه في الوعي ولكن في نفس الوقت ربما الجمهور مقبل بالزات الناس كين حاجة للتاريخ كين حاجة وكين رغبة الناس بغيات عرف تاريخ البلادها مش ما كنا عرفوش رأسنام زيان بحكم تخصوصك معارف المغربي معارش كونه هو ايه لأنه نحن عنا واحد الخصص كبير في التقافة التاريخية وليدتنا ما كيقرأوش تاريخ كما يجيب من دراس المغربية تدرس ديال التاريخ فهم مشاكل لا من ناحية البيضاغوجية ولا من ناحية ديال الانتقاء ديال المحتويات ولي هاد الواحد كيكبر كيبدي يبحث شكونا نه شنو المغرب فقاش بدا هذا المغرب شنو نجاز مش كي تكوان عاد كيبدي يجواب على هاد الاسئلة ما لي كيبدي ينمي ويكون هاد التقافة التاريخية في بعض الاحيان لأنه الواحد ما عندوش الواقت واحد وظيفته بعيدة على المجال ديال التقافة وكذا خصوشي حاجة هيدا جازة فكي يطيح في هاد المشعويدين للأسف الشديد اللي هما في الحقا كيشوهوا صورة المغرب والتقافة التاريخية ديال المغربة اللي كتكون الشعواذة والمشعويدين سمح ليها المقاطعة شنو كتقصد هاد الافكار مثلا هو الواحد دبا مثلا انا نعطيك امتيلة بسيطة دب الواحد من اللي بدي يتكلم على ان هاد البلد هادي ابنها غير واحد العنصار من العناصر وان كل شي على الهاميش هاد يراك كلام ما عندو مستقيم من ناحية العلمية اللي تبقى تستعم في الانصار العربي مع العلم ان هاد الامر هاد معمره كان في المغرب معمر المغربة بكل يعني مكونات ما يكن عندو مشكل مع بعضهم كيطرحوا هاد الناس باشكون انت بعد دواش عربي ولا امازيغي قعما كانت هاد السؤال ما كاش كي تطرح شمن قبيلة انتا اللي يجعل بركة الله يخلق قبيلة شمن قبيلة احنا من كده هاد قبيلة كاعدة وكيطروا مع بعضهم بوح التناسق بوح البساطة وهناك من العرب الذين تمزغوا هناك من الامازيغ الذين تعربوا اختلطت الامور وامور بسيطة ولكن للأسف اليوم انا وكي نفهمش ما الداعي ان الواحد بدي يحفر في هاد الشي هادو بدي يجمد شي شواهيد لا قيمة لها من ناحية العلمية ولهذا اللي كيروج متل هاد الأشياء كنتمنا تكون عندو الشجاعة يكتب كتابة علمية وينشرها ويعرضها على بينقصة للسوق الأكاديمي والعلمي ويشوف شنورد الفعل اللي غد يكون عما نبدو نقوله كلام هكا ما عندو مصداقية يضربوا بعضه وبعضا كما يقال هاد الشي هادا مخصوش يبقى طيب قلتي قبيل على الكلمة ما يتعلق بالهوية المغربية وهذا التهوى نقاش اللي رجع عم تروح في الساحة خصوصا للفتيران دي الساحة دي السوشل ميديا غربك يقول لك احنا كادا وكنا ديرين وكنا ديرين وكنا ديرين وشكون احنا ومعنا احنا وش مع الغرب وش مع المشرق وشكين مخاطر كذلك فهد نوع دي النقاش انه نقاش مطلوب مزيلا نعرفو من نحن شنو أصلنا وشنو امتداداتنا لا النقاش ايجابي والتساؤلات مشروعة والناس في الحقيقة خصة القامات ده اللي تملأ بها هاد الفراغات وتشكل من خلالها اجوبة فهذا نقاش ايجابي انما اللي كي يخبر احيان هو احنا خصنا وهذا مسؤولية دينا نحنا كمؤرخين كمتقافين كباحثين هو نجودوا من المحتوى التقافي التاريخي في وسائل الاعلام دينا وهنا خطي تعاون فيها الجامع وسائل الاعلام المسموعة والبصرية وكذا الى اخرى باش يمكن الواحد من اللي يفتش علاشي حاجة يجبرش حاجة معقولة ما يجبرش اللي كي يقول له فهمتي شرشخ مو وده كل هادرة ديال الشارع كي يشرح له بها معركة ود المخازين وكأن المغربة زعمة دراية دينا امي لدرجة انهم يفهموا واحد اللغة محترمة وكذا تكلم بها على انجازات المغربة في الماضي فاذا لكن سؤال ديال التقافة وسؤال ديال هوية متروح في المغرب ولكن خصنا هذا السؤال نجاوبه عليه رخ فيه المدرسة فيه الاعلام بالدرجة الاولى وانا كنظن وهذا شي ديره وسائل التواصل الشيماعي يخص المحتوى اللي هو يكون معقول فيها الوسائد دياله وخصصة تكبر لان دبا راه هادشي كله كبان دبا الخوريزميات راه تلعاب وفيها الفلوس وفيها لابغت تدوز واحد محتوى سيء سهل جدا زعمه غير مية الدراما يمكن لك تنشر شي خبر ويدوز في المغرب كله غير مية الدراما ولكن انت يمكن تعمل شي حاجة معقولة تبقى تدو في الحوم ما ديالك ما يسمعك حد فاذا هاد العالم هذا نحاوله الى واحد الوسيلة ايجابية لنشر الوعي والتنوار واحد قفالية محترمة اللي كتحترم لهوية بلدنا في نفس الوقت بهذا النوع دي الخيطة بس جبرون صعيب يلقى سادة في المنصات المؤثرة ببساطة لانه كان واحد للمشكلة وهذا الشي اللي خصفه المسؤولية ديالدولة والإعلام المواطن خصوه يتحمل في المسؤولية وهي ان هاد الليبرالية الجديدة اللي تقول كل شي كتقومه بالمال واش غير يربحني ولا لا مثلا غير تعمل واحد لمحتوى ايجابي اول حاجة كيشوف مل الفلوس في هذه القضية مش حال غيجيب المشاهدات واش غير تبعوه الناس واش كده ما خصناش نسلم لهذه النزعه هذه خصنا نصرفه من اجل ان المحتوى الايجابي يوصل لمغربه المحتوى البنائي يوصل لمغربه اما اذا بقينا كان خاف من المحتوى الايجابي لانه ما غير يجيب لنش المشاهدات وان الراديو ديالي مغاي تسمعش لانه عنده واحد المحتوى ايجابي وكده وغاد نقوي من دك بين قوسين مظاه ارتفعها راح نماشي لهوية وغاي اللي مفعول بنا اكثر من نحن فاعلين فباش نكون فاعلين لابد من هاد المحتوى الايجابي في وسائل اعلام ديالنا سواء ان تعلق الامر بالتاريخ او بالدين او بالتقافة بشكل عام خسنا نعيدوله الاعتبار ونصرفه عليه شوية ماشي متقاف بهاد المنطق كيحس براسه متجاوز في الوقت في المرحلة كلامي مبقى كيسمعوا احد كيجي واحد عنده قناة فيها مليون ولا بلج المليون ويقول يمكن اي حاجة ويؤثره اكثر من جبرون اللي في لينالكتوبة ويبحث في التاريخ ويندر هو في نهاية لمطاف لا صحيح غير هو واحد القضية هاد جبرون ولا امثلة اخرى اذا توفرت لهم بعض الامكانيات اللي توفرت لشي وحدين ممكن تاوما يكونوا مؤثرين كتار ولكن انا ما عنديش الامكانيات للتقنية والمالية باش ندير منصة مؤثرة بالمعنى ولكن واحد كيعمل هو رسمال وغير ذا كيش الماركوتينج تاها فهذا العلم هذا فهو كيسوق كيبيعو يشري وكتفهم وهو مواح النحية ولكن انا كنتظن الدولة والمؤسسات الإعلامية المواطنة واللي كتلقى دعا من طرف الدولة خاصة تحمل بسؤوليتها في هذا الجانب طيب استيجبرون مثلا تكلمنا عن الهوية تكلمنا على التاريخ يمكن استيجبرون وخاء الماضي السياسي والدعاوي دياله ولكن ما كيبنش بأنه مهووس بالمشاريق مثلا لا أبدا نعم كنت عامل معه بتوازنين كبير المشاريق العربي هو بين قوسين عمق استراتيجي بالنسبة للمغرب عمق استراتيجي كما أنه إفريقيا عمق استراتيجي بالنسبة للمغرب ولكن نحن لسنا مشاريق نحن مغاربة والمشاريق يفهمون هذا الأمر ولانا خصوصيتنا إنما الغريب في الأمر هو أن هذا العمق الاستراتيجي دينا يحاول يقطعه راح نام اللي كنا في الحركة الوطنية المتنفس دينا الكبير كان هو المشاريق شكون اللي تبنى وشكون اللي احتاضن الحركة الوطنية المغربية المغربية كلهم كانوا في القاهرة والإعلام العربي هو اللي كان إلى جانب المغرب والمغربة حضروا في أنا في سميته في الأمم المتحدة حضروا مع الوفود العربية ما كانش كيدفع علينا الغرب ما كانش كيدفع علينا شي دولة في إفريقيا اللي كانت يغرقه في الاحتلال وفي الاستعمار وابتالي احنا المشريخ ما عندناش مشكل مع المشريخ والمشريخ التأوى ما عنده مشكل مع المغرب بالعاكس أنا ما كان فهمش علاش كيدرحوا الناس أنها مشكلة للمشريق ما متروح بالنسبة لك لا أبدا هذا مفتعل أبدا احنا بالنسبة لنا الإمارات السعودية بمصر إلى آخره هادو الناس يمكن تختلف عن بعض أشياء ولكن احنا كان نحتاجهم في أشياء كثيرة ولهذا إذا قطعنا هات الصيلة هذي فين غنمشيوا غنمشيوا عند الغرب اللي احنا كان عارفو كان أديوا التمن الاحتلالة والمؤامرة على وحدتنا الترابية علينا كشعب لكل شي فهد فهد الطرح سيجبرون كي يرفض هاد الاتمام الزائد المجتمعي بالقضايا دي المشرق يقول لك أنا عندي خصوصية دي أنا عندي انتماء دي ما عنديش علاقة بالمشرق لا سؤفهم كبير وخطأ فادح كيرتكب هذا اللي يقول هذا الكلام لأن نشوف إحدا من اللي كنا عندنا مشكل دي الاحتلال محمد الخمس الله يرحم خطاب دي الطنجة من اللي يجي وقال أن المغرب جوز من العالم العربي وأنه جوز من الجامعة وأنه في الجامعة العربية وأنه من هاد العائلة هادي علاش كنك يقول هاد الكلام لأن السند دي نحن نحت تحت الاحتلال والضغط دي الاستعمار كان هو المشرق ولكن إذا كان مشكل في المشرق أيضا يعنينا المغاربة روابط الدين اللغة التاريخ المشترك هاد شي كله هاد الرصيد وهاد القيمة المضافة هاد كلها نفرط فيها هكذا مجانا نحن نهتم بقضايا المشرقية في حدود المعقول زمان واش مثلا احتلال العرق ما تدينوش ولا ما تكونش إلى جانب الشعب العراقي ولا احتلال أن يقول الواحد نديوها في سقرسنا وما ندخلوش في هاد الشي هاد وما نضمن مع أحد كنظن هاد كي يمارس واحد نوع من دعاية اللي هي مغردة لا أساس لها من الصحة ضد هاد المنطقة ينسدو على رأسنا ما لا يقولو بها إلا أحمق كيف يمكن نسدو على رأسنا في هاد العالم الذي الكل فيه يبحث عن التحالفات وعلى الموارد وعلى الشركاء وإحنا نسدو على رأسنا ولكن كين ذكرتي مثلا القضية الفلسطينية السي الجبرون كين جوج يمكن ربما ديال ديال أطروحات في الباب ديال التضامن مع الفلسطيني مع الشعب الفلسطيني كين لك يقول أنا سأتضامن بمنطق إنساني لأنه هادك شعب خاضع للاحتلال ويقاومه من أجل الاستقلال وكين منطق آخر ليستحضر ما هو هوياتي وما هو ديني فقط هذا يفقر القضية الفلسطينية الأقل أو الأكثر بمعنى الشرعية القضية الفلسطينية والعدالة القضية الفلسطينية هو أن كل المبادئ تدعمها ولصالحها فالدين هو لصالح الحق الشعب الفلسطيني المعاير الدولية والإنسانية لصالح الشعب الفلسطيني وبالتالي أنا من نسبة للناس أحرار كان واحد يمكن يتضامن منطلق انساني وهذا بزف ديالناس. واحد لا يؤمن. واحد ياساري او واحد ليبرالي في الغرب كادا كيتضامن مع فلسطين منطقي انساني. واحد مسلم كيتضامن مع ختوم سلمين. واحد قومي كيتضامن مع العرب بين قوسين. لأنه شركاء في الدم وقوة مسيحي. فاذا الموارد والمصادر ديال شرعية القضية الفلسطين متعددة قومية دينية انسانية. فيمكنش تقول احنا لا ما تضمنوش معها دينيا ما تضمنوش معها قوميا تضمنو معها غي انسانيا. ما يمكنش. فاللي كيوجد نفسو في شي دافع كيستعملو. مم. مثلا واحد ما اني دينيا ما كيهم مش دك شي عربيا ومشي قومي وما مسوقش دك شي ولكن انسانيا كيبالو دك الشعب من حقه يعيش الحرية ديالو. مم. واحنا في الحقيقة خصنا نكونو من هاد الناحية عنا المرونة الكافية. نخليو الناس ونستعملوها تلات ديال الشرعية اللي دعم القضية الفلسطينية. لانها كتعبر على واحد حق واحد الشعب في ان يعيش حرا فوق ارضه. اللي اعترف له به الامم المتحدة وكتعترف له به كل الشرائع. مم. ولكن في هاد الاطار نفهم بانهوش نضمن مع الفلسطينيين. كانسان. مم. ولا نضمن معهم كعربي مسلم. انا بالنسبة لي لي الواحد حر. اختيار المرجعية اللي يتضمنوا بها. واحنا المغربة دابا راح فينا الواحد اللي هو يهودي ومتضمن مع الفلسطينيين. ومعنا. مم. نماديج ديال اللي هما غير مؤمنين في المغرب. ومتضمنين مع الفلسطينيين. او كي اللي هم ممتدينين وايضا ومتضمنين. فايدا هاد القضية ما فيهاش زعمه واحد واحد الضيق. انه دابو الضغس. ايلا بغيت يتضمن مع الفلسطيني تكون مسلم عربي كادا. لا مش ضروري. اه كل واحد كله انان بما فيه ينضح. المسلم يتضمن باعتباره مسلمان او يستعمل معيار الانساني كالواحد اللي يمكن يتضمن منظوره انساني وخاوه مسلم وعربي وكادا. مم. فالناس احرار من هاد الناحية كل واحد شنو. ولي هادا الامريكيين اللي خرجوه في لندن. اه ايضا الانجليز وغيرهم. اه ده وفع ديالهم انسانية ما عنده عرق بالدين. ولكن في المغرب ما عارشش هادا انطبع. وربما تصحح ليها. في الاستنتاج ديالي. وانه بن بن طرح لي كيوجه تضامن مع الفلسطينيين. صحيح احنا المغرب دبا كين عندنا واحدة كين الناس اللي هما كيف قلنا اه يعني متضمنين وهدي حالة. نعم غاربنا هو صعيب نتكلمه هشي وسط المزاج العام الحالي. لا نتكلمه ما عندنا مشكلية هدك الهداء والمكان المناسب باش نهضره هدرام قد. دون لغتي خشب. لانه الحقيقة يمكن في في اجواء اخرى يمكن ما يكونش. لا انا في تقدير ديالي. المغربة. معني في الغالبية ديالهم العظماء. كلهم متعاطفين وكيدعموا الشعب الفلسطيني. كل واحده بتاريقته الخاصة. كل واحده الايمان دياله. انما كيظهر بانه الاسلاميين اكثر حماسا لهد الموضوع. وهدي ايضا اسببه مفهومة. لانه من ناحية الايديولوجية. من ناحية المرجعية ديالهم. العلاقات بين القوسين اه ماشية تنظيمية ولكن العلاقات الروحية بينهم بين الحركات المقاومة الفلسطينية والعلاقات اللي كانت بنتهم حتى سياسيا الى عادة القريب. فهذه الاشياء هدي كلها كتخلي تضامن الاسلامي ربما اكبر. ثم كذلك واحد الامر اخر. اه يمكن يكون بالنسبة لبعض. هاد الموضوع ديال القضية الفلسطينية. هو واحد من القضايا التي يمكن ان تعيد له بعض الشرعية السياسية ايضا. فا اذا. اه. هدي اشياء كلها كتساهم في 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 ان تجعل اه ربما الاسلاميين اكثر تفوقا واكثر حماسا من غيرهم للقضية الفلسطينية. ولكن بشكل عام انا كنتظر مغربة كلهم بدون استيثناء او لا بيمكن باش يكون موضوعي كان استيثناءات قليلة انه اه كلهم تقريبا مع الشعب الفلسطيني ومتعاطفين معه في هاد المحنة المربية. والتعاطف انت ذكرتي الاسلاميين وذكرتي اه تعاطف تقريبا شامل المغربي الشامل مع القضية الفلسطينية. انا خنستحضر هنا واحد النقطة ونبغي نعرف رأيك فيها استيجبرو. من اللي دخل خالد ميشعل قيادي دي الحركة حماس. في مهرجان ضمطوا حركة توحيد الاسلاح. اعطا توجيه. وفهمة انه توجيه للمغربة. هكي باش تصرفو وهاش نخصكم تقولو للقيادة ديلكم. فيما يتعلقوا بالعلاقات مع اسرائيل. احنا كان وجوج دي دي الردود انواع ردود الفلسطيني. الصنف الاول اللي قال او دي خالد ميشعل ليس من حقه ان يتكلم مع المغربة بديك الطريقة. وكان ارد فيه الاخر. اللي كيقول نحنو مع خالد ميشعل في ما قاله. مم. لا انا فتقدر ديالي باش نكون معك صريح. بالنسبة اه يمكن بغض النظر على المبالغات اللي كانت من الطرفين في هاد اه او بين الرأيين في هاد القضية ديال الصراحة ديال مش عال. ولكن انا كنظن بانه من ناحية اللياقة الديبلوماسية هذك الكلام يمكن ما كانش خصو يتقل ابدك الطريقة. خصو يراعي شوية بانك ركتها دار مع واحد دولة اللي عندها قيادتها عندها يعني اه بين قوسين اعرفها فممكن شي تأه تكلم مع المغربة. مع الحساسية ديال هاد هاد الموضوع هده ابدك الطريقة لانه البارح نحنا كناك نقول للمكرون نفس الشي. مكرون اللي جاودة خاطب المغاربة. قلنا له دير انت انت رماشي من حقك. احنا المغاربة ركين القيادة ديالهم اللي كتخاطبهم. ولكن تتعبر على رأيك تشرح القضية ديالك اه كده بك انت مشكلة. فاذا مش عال من هاد الناحية يمكن اه ما كانش اه لديهم اللياقة ديبلوماسية اه في الحديد دياله في هاد الموضوع. اه. ما كان شويش اه. ولكن في المقابل. انت نحن قصة حضرت فيه الاسلاميين. واش? بمنطق انه نلقى فرصة في ان نقدر نستعيد الباريق ديالي. هو انه اللي ندفع على ايران ندفع على حماس بشكل مطلق. وندفع بالله. لا غلط. لا هذا غلط. انا في تقدير ديالي اه استعادة الشرعية السياسية ما كتكونش بهات الطريقة او من خلال مثل هاد القضايا. دي. ولكن انا كن كنقول بان هاد الامر هادا لا ينسحب على الكل النعوة الاسلامية. را كن واحد الفوسي فيساء. مهم. فكين البعض بالنسبة له مثل هاد القضايا هي القضايا اللي اه كيتسوق فيها واحد شوية وكيخرج فيها ويعبر ويعرفوه الناس بانه لا زال موجودان. مهم. كين البعض اللي عنده هو مش اخرى للتعبير. فاذا كين واحد تنوع. ولكن كين هاد الستثمر السياسي في القضايا بطرف الجامع. لعما حتى بعض الاطراف التدليا صار اللي كاللحظة نابت بالنسبة للبعض. ارا بالنسبة للمقضايا الفلسطينية اراه واحد اللي باش نتبتل وجود دينا وشوية ديروع وشوية الزبناء. فلابود دخسنا عود هاد الموضوع ويكونوا حضرين فيه ويكون عنا شوية الحمس. فاذا هاد وهاد الممارسة مش جديدة على ايتي حلال. هاد ممارسة قديمة في الاستغلال في القضايا سواء القضايا الامة ولا القضايا الوطنية باش الواحد كيقدر يعبر فيه على الحضور ويستقطب شوية للجمهور وكده. فهذا الشي زعمة جالبه العمل. انما انا كنظن بان اه ها هذه ليست طريقة المناسبة لاستعادة الشرعية السياسية. ان كان هناك من جهة تبحثوا عن الشرعية السياسية. من قراءتك للخطاب السائد في هذه مرحلة. عند الاسلاميين. الى اي درجة يبلك بانه فعلا كي اللي كي بغي يستعرض العضلات كي اللي بغي يرجع ما كان عندو. شنو شنو كدير لنسا حتى عبير تشخيص ليل الخيطة في هذه المرحلة. اه انا كنظن بان واحد اه المسألة اللي هي خطيرة اللي عندنا. مم. وهدي ربما كتيرش وجديل. احنا مهتمين. ويعنينا كثيرا الموضوع الفلسطيني. وهذا شي قديم عندنا بالنسبة للمغاربة. مم. من الحركة الوطنية واحنا القضية الفلسطينية واحدة من الاهتمامات دينا في المغرب. مم. وكتعتبر قضية وطنية وبالنسبة للطلابات وبالنسبة الاحزاب الى اخرى هاتشي في واحد تاريخ. اه انما كنغسنا ننفهم واحد القضية هاد البلد هدي اللي كنتكلمه من داخلها. ارا عند هاته هي مشاكلها. لا تقل خطورة على المشاكل التي تتهدد الفلسطينيين. احنا ايضا مهدني في واحدتنا الترابية. احنا كذلك لدينا مدون ما زلت محتلة سبتا وملاليا والجزر. وكان عاني من المؤامرة تقسيم هدي اه ازياد من اه من حوالي خمسين سانة. سانة. حوالي خمسين سانة. هاتشي هدا رخصي يكون عنا نفس الحماس الذي نبديه تجاه القضايا الامة كذلك يجب ان يكون لدينا نفس الحماس في الدفاع عن القضايا الوطنية. هالكلام ما اخديش يجبش واحدين يستجبرون. لا يمكن ما يعجبون بشي حقهم ولكن انا هدا رأيي لانا كنقول بان المغرب راح واحد البلد في اوضعين لا يحسدوا عليه. احنا ما زلنا مسلسل اه استكمال واحدة ترابية تحنا. اه. راح اه فلسطينية فيها اه فلسطين محتلة. وايضا احنا كنتضمنوا معها دائما في ربما في عزل ازمات اللي كنا كنعيشوا. ولكن كذلك ما ننسوش بانا كذلك عنا قضايانا الوطنية كذلك يجبنا ندافع لها. والناضلوا من اجلا. كيبه عند الحماس. كين 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 حماس اقل عند البعض. اه واضح. 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 فعلا واضح. نحن ما كان ننضموش المهرجانات التضامنية والمهرجانات حول الوحدة الترابية بالطريقة اللي كان نضموها مثلا حول القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية صحيح ولكن الوحدة الترابية دي النارة كتستحق. علش نظارك? هادا مشكلة ديال تقافية في الحقيقة. اه نشأنا دابا كين واحدة تنشيء السياسية حصلت في هادا اربعين سنة. الاخرية وكأن القضية الوطنية. الوحدة الترابية وكأنها لا تعني لا تعنينا جميعا. اه كتعني المخزن وكتعني الدولة في القيادة ديالها. وهما قدم شغلهم. وهذا مشكلة. هادا خلق انا واحد المفارقة حتى في الوعي. الناس الى درجة ان ما عارفينش التطورات او ما كيقدرش الخطورة ديالها. بعض الاحيان. كين رأي في هاد الباب السيجبرون? كيقول لك او دي مش مبرر. فيما يتعلق بالقضايا الوطنية مش مبرر. انني نقول عندي اولويات الداخل. انه القضية الفلسطينية اولوية الاولويات. وما انتيقش انا الخارجي المغربي يملكة تقول الايران عندها علاقات مع البوليساريو. ايران كالدافع على القضية الفلسطينية. لا انا انا عندي واحد المبدأ وهذا بالمناسبة هادة رسالة المغربة كلهم في هذا الموضوع عادة. يجب اننا ثيقة في قيادتنا. كما الاخرين يثيقون في قيادتهم. احنا عنا في المغرب عنا قيادة دينا. وخصنا انتيقوا في وطنية هذه القيادة. وفي اخلاصها. وفي تقديراتها. يمكن يخطوه. يمكن يبلغوا في شيء اشياء. يمكن كده. ولكن لا يمكن ان نشكك في وطنيتهم. وفي دفاعهم عن المصالح الحيوية المغرب. وبالتالي اذا كان اولا ان نصدقها احدا فان نصدق قيادتنا. فانا من هذه النحية كنقول بان ما تقوم به الدولة المغربية. حماية لمصالح المغربة. وامنهم واستقرار هذه البلد. يجب ان يثمن ويقدر من طرف الجامع. وبالتالي مخصوشي يدخل في المزايدات. وهد اه هدش اللي كنشوفوه ديال دراية صغار. اما احنا بالنسبة لنا ايران كتخدم مصالحها من خلال القضية الفلسطينية. تدافع عن نفسها من خلال القضية الفلسطينية. ولكن ما يمكن شيء نبخص الدور ديال المغرب في الدفاع القضية الفلسطينية هدي حوالي اه مئة عام. اسبعين سنة والمغربة كيضحوا من اجل الفلسطين. ضحوا بالمال وضحوا بالدام وضحونا بكل شيء ولازالو. وبالتالي فمخشي الواحد هاتشي كله يصرف عنده النظر. ويبديش كو يخون في القيادة ديالبلاده. ليه صالح واحد الجهة اخرى. اللي هي كتستثمر وكتدفع على مصالحها. هاد القضية الاستثمار كي اللي ما نتعجبوش عود ثاني مرة. واشقوم هاداك لان انا بالنسبة لي لي انا هكاك نقرأ الامور لانا ببساطة. هادا كيخدم الطرح. اللي كيقول بانه حماسي اللي اجبتها لراسها. كيفاش كيخدم الطرح اللي. كين طرح? اه. خصوص من الجانب الاسرائيلي كيقول حماسي اللي قلبت على الصداع مثلا. لا انا بالنسبة لي لي واحد القضية اخذنا اه نكونوا واضحين فيها. اه. نحن نعطي الحق الكامل الفلسطينيين. ان يختاروا ادارة معركتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة. وان يدافعوا عن حقوقهم المشروعة. الطريقة التي يرونها. اعملوا دكش اللي ادار في سبعاء اكتوبر او اللي يمكن يدار في المستقبل. هادا حقهم. ما النازعون شو. ولكن الخصوم يعطينا واحد الحق اخر. اللي هو? اللي هو اننا من حقنا لا كدولة ولا كشعب. نضامنا معه في حدود الاستطاعة دينا. والظروف دينا والاكرهات دينا. احنا ميمكن شي انت تدير واحد المعركة. وتجاهل بان تنارى عندي ظروف يراه في حل شي واحد. في حل واحد ولدك. ماتلا عزمويتا. كيمشي كيقلب على شي اصداع كبير عليك. وانت بغيت وقف معا وانت ما عندك شجاه. انت يا الله ذاك البركة او كتقول له هل شو اللي دخلتيني فاتصداع هذا. واش نتقدر وادبر لمحينك. وانا ما تبقاش تعول عليا في شي امور. فاذا انا اعطيت هادي المثال غير شي تفهم. الفلسطيني عند احدا حقهم. احنا ميمكن شي ندخلو في ذاك الهدرة الخاوية دياله وما كانش. هادا تقدير ديالهم واش انتصروا ولا نهزموا هادا تقدير ديالهم. هادا تقدير ديالهم. هم وكشعب اننا نختاروا الطريقة المناسبة في حدود الاستطاعة ديالنا والاكرهات اللي كنعاني ومنها. احنا ماشي نقصين. مهم. لدعم القضية الفلسطينية. في ممكن شي واحد يدر واحد المعركة ويقول لك او دي. او سكت تهم معي بهذا الطريقة ودر معي هادا الشكل هادا وتعطيني هكذا. احنا سي درا ما قدر واش نمشي ومعا في ذاك الشي اللي درتها. احنا راه مليهيين غير جليلنا. هادا الواقع. احنا راه قانعاني من اه من اه المؤامرة على الوحدة الترابية وهذه خطيرة جدا. انا كنا عاود نكررها. واللي هي مؤامرة ماشي سهلة. مهم. بلد نتايا معرضة التقسيم. قانعانيهم الاحتلال البنزال احنا تتغرر لانا جزء منها محتل. وساكتين عليها وقابلين لانا علاش لي اسباب اه مفهومة. وكل كيز امر هادشي احنا رفوضة احنا لا يحسدوا عليه. فاذا هادشي يخصو يطرعها. الواحد من اللي يهدر مع الدولة واللي يهدر مع الفلسطين يفهمهم بان والديرة ما تبتزوناش كثير من القياس. احنا ما نقدروش نمشي معكم بزاف كدولة رسميا وكادا. مهم كينا اكرهات هادشي اللي كان. احنا كدولة عندها مصالحها وكتخاف عليها وعند واحد العدد الاشياء وبالتالي سمحنا اذا ما ملبيناش بين قوسين التطلعات او ما كناش بين قوسين عند حسن الظن بنا في بعض القضايا اللي انتم ما تحسون. ظروف تخفيفة. طاف الله يرضى عليكم ما تلموناش بزاف. طيب اذا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وكيف كي يشوفوا ربما هما. كيف كتقرار الموقف دي الحزب العددها لو تسمي يا سمح لي لرشاتك للماضي. موشي. وهو اللي وقع. اثناء ترأسوا للحكومة على الاتفاق التولاتي اللي كان فيه استئناف العلاقات مع اسرائي. وده با عبداليلة بن كيران يحاول انه يمكن يغسل الخطيئة. او ما يعتبره خطيئة ده راحيز العدل او التنمية. لا انا اه واحد القضية الواحد ما اللي كي يقدرش بعد الاحيان يجتهد. ويبتكر افكار. في الظروف الصعبة. واللي يمكن تفسر واحد الموقف في واحد الوضعية معينة. اه ربما كي يجبر الموقف السهل. هو يرجع للورا ويرجع على ما كان عليه. فنوضح الكلام اللي شوية. ملغز واحد شوية. اه 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 انا كانش تقول واحد القضية. دولة المغربية قدرت يعني على اعلى مستوى بان هاد الخطوة ضرورية لمصالح بلدنا. اه هاد تقدير ديالها. هاد تقدير ديالها. اللي عنده واحد العداد ديال 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 مرفقات دياله وديال اسبب دياله منها ما هو ظاهر ومعروف ومنها ما هو خفي. اللي مش نزوه. لا مش نزوه. مش نزوه. مش نزع ما يعشقون هكذا بغين يديروا داك شي. وبالمناسبة اسبقتنا واحد العداد ديال الدول العربية في هذا الموضوع هذا. اه. فاذا انا خسني كون كفاعل سياسي. لدي من الشجاعة لتفهم هاد الدوافع وهاد الاكراهات وهاد التقدير بما يجعلوني ادافع عن بلدي. او لعده بنتا خرجتي ورجعتي اللور وقد دا ترجع لدك الحكومة يمكن. يا وش غد دير عاو تبدأ تقول كلام خور. انا كنظن بان الواحد خس يكون منساجم. هادك شي للدار دار في قطر واحد دولة مسؤولة. وعنده تقديرات ديالها. وذيك تقديرات تواجيها جدا. وانا شخصيا اتفهم بعض الاشياء اللي كانت من وراء ذاك ذاك القرار. ومشي سهل. ولكن كان داره وريف واحد اللحظة. وجاوا عنده واحد العدد ديال 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 اكرهات دياله الى اخره. فمخشي بندم يبدي العباد اللعب اللحنا مكان شي غير علاش باش يمكن اه بين القوسين تخطب بودة. ما تالان باش اه على الشارع على سبيل المثال. واش ده با كتظن بانه ده با وش الشارع هو اه بين القوسين كي صوت بناء على هاد المعيار ما تالان. الى جينا بالمعنى السياسي. انا كنظن. لو كان عامل الى بن كيران رئيسا للحكومة بدل لعتماني مع الاتفاق التولاتي. كان غي وقع. لو كان غي حط السورت. لكن غدي وقع. انا هدا واتقدر ديالي. كان سيوقع. وهد القضية ما زع ما مفروغ منا هادشي ماشي مفيش اللعب. دخل الحمام ماشي فعل خروجك وفقيت هال. هادشي ده بادي ده ولا ما كتلعبش. وادشي عنده اه ضروف دياله وعنده اكراهات دياله. فاما خسنا نكونوا نتحملوا مسئولية ولهدا وهنا بين القوسين استطرت. فضل. ولهدا بعض الاحيال الواحد اه كيف تفقد. الشرعية السياسي دياله عند الدولة. في اعلى المسؤولة دياله بناء على هادشي هادا. انا هلا غتكون معي اغسكت معي في الحرة والحلوة. اما غتكون معي في الحلوة. رمع عندي ما ندير بك. هدا ولهدا القضية مهمة للغاية. ولهدا طبيعي ما غتكونش في هاد في هاد المرحلة السياسية. على الاقل في المدى الزمني المنظور. مه. لانك انت ما قدرت تحمل معي المسئولية. في قضايا اللي هي صعيبة ونفس دات قرارات صعيبة. من هاد القضية ديالي علاقها مع اسرائيل. مه. ما كانش قرار سهل. وكان قرار سعيب بالنسبة للدولة المغربية. واقدمت عليه. آآ يعني لأسباب آآ مفهومة. تعتقد بانه كين طموح ان العدل والتنمية يرجع من جديد? اي حزب سياسي عنده هاته الطموح. ميمكنش يكون حزب سياسي. عنده القدرة من صح التعبير? الشروط متوفرة? انا كنظن دبا آآ صعيب. ما كنظنش عنده الامكانيات للعودة. على الاقل فهد آآ انا كنشوفه حجر المراحل. حزب العدل والتنمية كنظن بعيد شوية على المنافسة. لا لا في آآ داخليا يعني بالظروف دياله الداخلية. مه. ولا في الوضع السياسي العام للمغرب. الميزان السياسي العام ماشي الصريحه. وخكيبان بانه ما حدث مؤخرا. يمكن مجموعة دي الملفات المرتبطة بما هو اخلاقي. يمكن اعادته الواجهة اكثر. مدونة ديالأسرة. نسألة دي العلاقة. انا كنظن هاد القضايا. فلسطين. اه. انا كنظن بعدها هاد الامور اللي هي ده الطبيعة اخلاقية. للأسف الشديد مش يحزب العدل والتنمية اللي يطرحها. او مش هو اللي كيبحث عليها بقدر ما ان الناس اخرين يطرحها وما ادري شنو هو السبب. اما الحقيقة هو ان اه هاد القضايا اللي هي عندها طبعا اخلاقي ما تنفح لدي هاد شي دي مدونة الاسرة وكذا. احنا بنسبة لنا في المغرب. المرجعية ديال اصلاح دياله محسومة. من طرف اه جلد الماليك. سواء في الرسالة اللي اصلها لهاد اللجنة دبا. امه. ولا منش حال هادي. بانه هاد شخصه في اطار واحد شرعية كبيرة اللي هي شرعية دينية ومعه الانفتاح ومعه الاجتهاد اللي بنشأنه يحل واحد العدد المشاكل اللي هي بين قوسين تقنية وقانونية. ربما نزل القانون كيف هم واكتر من السياسيين. اه تحريف هاد النقاش واخراجه من هاد الاطار. الواحد الاطار خور. كنظن هاد اه هادي اه عملية ماشي سليمة ومخصش تكون. انا ولكن ما يمكنش ما نستغلش الحضور ديل سيم محمد جبرون وهو رجل التعليم. باش نسولو على ما يحدثو في التعليم. توها معدكم اي ضرابات بعيدا. لا احنا يا باقي ما بديناش نخدموا بعيدا في المراكز الجيهوية. مازال من ديش تخدموا. اه لا مازال. سعداتكم اه. تخلصوا بعيدا. لكن تخلصوا هادية الكاريتة ماشي سعداتنا في الحق احنا ما عجبناش الحل. كتخلصوا ما كتخدم ليش? ايه لانه ببساطة هاد المراكز الجيهوية. كتبدا تخدم. اه. حتى كتدار المباراة. المباراة يلا خرج الدباء يمكن شهر طنوش عاد غادي تكون في هاد الخلال ها. ايه وشهر واحد عاد كتبدا الخدمة الاخيرة. كانوا كيكونوا السنوات الماضية الاداريين ناس ديال الادارة كانوا كيبدوا بكري. هادو كتا هما ما كينيش في هاد السنة عادي. ايه. وبالتالي را تقريبا واحد الشهور ما كيخدموش الناس. للأسف شديد. اه كتعاني المراكز من مشكلة كبيرة هادو موضوع بوحدو هادو خصوش نهار ديالو. لانا. اذن من الخيمة خرج ميلة سيجبرون واقع. وانا كنقول لهم باشي غير ميلة لانا طايا حدا. لانا حنا تصور دبا اه استادي الفاعلين كل هم كيدخلوا في العملية ديالتكوين درجال التعليم. مهم. وفي النهاية ما ممكن خرجوتها اتا استاذ معاود. اهلا لنا لينيس القديمة. ولمدرس العليا للاساتيل تكوين. وعندنا اسمية ومسلك ديال التربية. وعندنا كلية علم التربية. وعندنا المراكز جاوية. خمسة ديال. في نهاية المطف عن كان شكوهم المشكلة ديال. تكوين دلأساتي دا. هادي شي هذا كل وهو شويش ديال مشاكل. للاسف. للاسف. نقطة مهمة نقطة مهمة تكلمت عليه بعيدا عن الاضراب التكوين دلأساتي دا انت. المنبع دي التكوين سي جبرون حاجة اللي يمكن ما عندناش الجرأة نسولوا فيها أو نقولوها واللي يقولها اللي يخصيقوها واش كنكونوا الأساتيدة كما ينبغي بمعنى واش قاعدوا كل الأساتيدة اللي خارجي من المراكز دي التكوين يستاهلوا الصيفة دي الأستاذ ويستاهلوا قرر يوليدات المغاربة لا لا للأسف تكوين ضعيف احنا يمكن شهور ما يمكن تكون فيها أستاذ واحد كياخد الإجازة واحد تخصص كيمكن يجي عندك المركز أو إلا دا بكي دوزو كيمكن فيها واحد العام إلى آخره أو عامين على حسب هات السنوات كيمكن اختلاف أو كيجي عندك المركز جاوة عنده بعض المفاتيح كدوش في السهور غادي تكونوا لسبع شهور غا تكونوا أستاذ مستحيل هذي مشكلة كبيرة في تكوين بعدها أرى أن الأمور الأخرى مشكلة وهذي يعني فيها سنوات هذي هذي دبا على الأقل هذي المشكلة بدأت بشكل واضح ما اللي يفشل داك المشروع دي الفصل التكوين على توضيف الفين وستاش من تماوي السلسلة مشادي يلا غير رقع المتعاقدين ودك شي كين اللي تكون غاية الشهور المهم هذي شي فهو واحد الفوضى كبيرة جدا وكل أصل المشكل من هنا على ما يهدوه حتى هذا واحد من المشاكل احنا ممكن نكونش أستاذ طريقة علمية كما يجبه وكما ينبغي أن يكون الأمر بطي هذا موضوع وده في واحد العدد المشاكل ولكن الغالب إنه شي ما متروحش للنقاش صحيح الوزارة كتقول لك الحكومة كتقول لك عندي الكلية دي التربية لا شوف هو الأمر بسيط هاد شي هذا مش يغنصنع العجلة وكين تجالب هاد شي يخص يكون في المنطق المنطق كي يقتضي إما واحد غادي تبدأ في الجامعة كي تكون على أساس بش يخرج أستاذ وكي يستكمل مثلا في المراكب الجهوية يمكن يستكمل شي حاجة وهذا موضيل أو أنه واحد كياخد وحشها هذا علمية وكيجي لواحد المركز تخصي على الأقل تعتاه واحد العمين باش يخرج أستاذ معاوط ستشهور مستحيل ما عماين كي يكون في هاد بسكوين بالتدريب بالمسائل كي يكون كما يجي هاد شي اللي كين في العالم احنا ما عارفين شنو بغين يديرو احنا كأستيدة بعيدة اللي يخدمين في المراكز ما عارفين شنو بغين يديرو كل مرة كين شي تخبق وما يتعلق بالإدراب تتفهم الغضب ديال التنسيقيات والنقابات أنا واحد القضية أنا رجل تعليم وولادي قرأوا في العمومي وربما عندي هاد العام ربما ما أدري واش لحسن حظي أم لسوئيه أول مرة كان أخذ واحد لوليد ديالي ديته القطاع الخاص ولكن ديته قبل كان بقي ما كينوال وغير واحد ناس فتحوا واحد المؤسسة وستدروا معي قلت فرين دي أصدق من لطف الله دبا هو كيقرع على أي حل ولكن ولاد المغربة في البوادي وفي المدن أغلبية الساحقة من كتقراشي هنا هؤلاء الذين يضربون هم يصرخون من الألم لأن حقيقة الوضع هي المادية شونت كل مواضحين لنجل التعليم متدنية جدا وسيئة جدا ولهذا النس كتخربق كي بده يديره السوايا وخدمه هنا وخربقه لأنه واش خمسالف درهام ولا خمسالف ومئتين درهام غدا يعيش بها وستهد في مدينة للأسف هاتك تسعد المليار اللي اعطوها للنظام الأساسي هذا الرجل التعليم ولا موصله شي حاجة فإذا من هذه الناحية عندهم كامل الشرعية بشي قلوه كواك وينضغوته فبالتالي فأنا أفهم أنهم يصرخون من الألم وتخطو يفهموه الناس لكي سيروا البلاد وخاصة في سميته في وزارة التعليم أها إنما في الجهة الأخرى كذلك أنا كنظن بأن هذا الشخص يتخذ بوحد الحس أخلاقي ويكون فيه شوية ديال الاعتدال لأن الراديكالية رف نهاية المطاف هاتك تلميذو ولي قدي التامن ديالها لأن دب هاد الوليدات هادو دب رأى وخا يتصلح حد شي أنا بالنسبة ليلي بالمناسبة أنا ردفع الحكومة بطيء وصيء للغاية رأى وخا يتفق وغدى رأى هاد الذي يضع لا يستدرك خاصة الوليدات اللي عندهم البكالورية سواء سنة أولا سنة ثانية كيفاش هاد الناس هادو قد يتعود لهم تلتشهور تقريبا كاتعمل وحل فرص طبقي عقلاني منظم وكأنه فاق سوق الإسراء والتصد الناس اللي يوم في القطع الخاص والناس اللي عندهم فليسات رأى كتقرر ولدتها وماشي ولدت الدراوش اوما غادي كيضيعوا في الوقت ديالهم كيمشي والمشاكل والمدارس والبيبن ديالهم وحنا كنعارفوا شنو كيوقع فمتيني أو كيارجعوا رأى كيل القرية لأولا والتالي من هاد الناحية هادي رأى خص شوية الناس العقلاء خصوم يتفهموا خص هاد الشي هادي تصوف أقرب وقت وإلا راح ناك نعيشوا كارثة حقيقية زعمة كارثة وطنية بكل ما تحملوا الكلمة معنا مواضح لأسف نبقاش الوقت بزاف باش نزيد ونستفدوا من عندك جبرون بدون لغة خشب ولكن غنسة لي بأسماء بغيت عليها تعليقات سريعة بدون لغة خشب شاكيب بن موسى تعليق سريع بدون لغة خشب جبرون سيشاكيب بن موسى وكفاءة تنقصه كثير من الكفاءة السياسية مش السياسة بالمعنى التدبير لا داك الحس السياسي اللي هو مرتبط بالتنشيئة رأوا كي دير شي أمور كتبان له صحيحة ولكن من لك تجي تنزل الواقع كتبان غلط واجه اللي وقع في النظام الأساسي إلا قلنا عبدالطيف ميراوي تعليق سريع بدون لغة خشب عبدالطيف ميراوي كي الحمس الزائد لإصلاح التعليم العالي وبالتالي دا بالجامعات المغربية كتعاني موحد الارتباك وتنزيل هات الشي اللي بغي جديد فهو واحد واحد الفوضى تمامه لأنه لإمكانيات ما كناش كيف بغيت تنقدر داك شي في كليات كتعاني من الاكتضاد ومن قلة الأطر راح كان ما عرفتش أنا أنا والله أحيانا أحير كيفاش غنسمي له أشياء في هاد القضية ودك شخصو منزلوه بالززا راح خصو ينزل وخصو يكون وهاد العام وكاده وكفاحت السرعة وما كينزلوه ولكننا عبدالطيف وهابي وزير العادل تعليق سهل عبداللغة خاصة عبدالطيف سيأكلوه لسانه هو كاسمعتوه أنا كيدا فعل أنه كيتواصل وكيتكلم زيان هو تواحد مختلف معك في الكلام والتواصل ولكن راك يا أخي راك تستفز عباد الله راك تتكلم ماشي باللغة سياسية محترمة كتتكلم مع المغربة وكتستفزهم واش مرغ راك تعدر المحامين تقول لهم أنا ولدي قريتو كذا وذا كلم ما كيتقالش من طرف سياسي سياسي يخصو يكون كيستقطب الجمهور وكيتكلم كلم معقول أما باش تولي تصدر ذاك اللغة هذي كراغا دي أدي التمن ديال اللسان دياله إلا قلنا مهدي بن سعيد ووزير الثقافة أنا سيلمهدي إذا سمعنا أو إذا وصلت هذا الرسالة وصلوا عليه الله يكتر خيروك تسوي فهم واحد الحاجة أنه واحد القطاع في المغرب القطاع ديال الكتاب اللي نبعد معني به بشكل كبير راه آيل إلى السقوط والانهيار بطريقة صامتة وهادئة الكتاب في المغرب كيموت دورناش المغربية كتموت ووزارة التقافة للأسف الشديد التي يرأسها اهتمامها بالكتاب ضعيف وذلك شيء يكدره دون المستوى توصل الرسالة عنده نختم بعزيز أخنوش رئيس الحكومة تعليق سريع عزيز أنا أنا أشفيق عليه في الحقيقة لأنه جاء كيتحمل المسؤولية في واحد فترة صعبة احنا بغينا بزاف في المغرب يكونوا مثل عزيز أخنوش من حية المال والثروة والإمكانات ولكن الضرفية اللي جاء فيها ضرفية صعبة وأنا ما كنظنش بأنه زعماء سيخرجوا من هاد الضرفية هدي يعني سليمان وبكافة بين قوسين يحقق ذلك الطموح السياسي اللي كان كيرغفه فلا أظن ذلك واتش دي المحروقات وهذه الأحكام الأخيرة يمكن غا تسئله كتير الله يخرج سربيسنا جميعا أمين 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 تكلمتي معنا بدون لغة خشب طبيعة وكان ضن وقيلة ما فيها شك شكرا لك والحكم للمستمعين والمشاهدين شكرا عيدة الشراضي في إخراج الصوت كاريم نيتسي في إخراج الصورة سمعي الروحي عبد الرحيم سبقي في التصوير حوارتنا دائما بدون لغة خشب بدون مواد حافظة رفعت الجلسة اشتركوا في القناة